دينا سنة طويلة ولذلك انا بقول لحضراتكم يجب التعامل مع هذا العام انه كله رمضان كله رمضان ممكن توزيع للخير وكله رمضان بركة انه يبقى فيه بركة ربنا يبارك في فلوسنا جميعا ان احنا ندي كل الناس اللي حوالينا يعني زي ما هو شهر للناس اللي مش لاقيها موائد الرحمن الصدقات الزكاة اللي بتطلع كل ده وايضا ربنا يبارك وطول عمر مصر زي ما بقول هو المثل على فكرة والجملة محدش يبات من غير عشاء دي دايما انا بقولها ده حقيقي في مصر يحرس الناس انه محدش ان شاء الله يبات من غير عشاء فطبعا زي ما بقول لحضراتكم هذا امر هام هذا امر احنا يعني شايفين ان هو شيء جيد شيء عظيم ومحتاجينه في هذه الايام الصعبة النهاردة كان فيه كلمة للرئيس عفتا حسيسي كان بيعلق على جهود الجمعيات الاهلية وكان بيتحدث فيه امور اخرى والنهاردة الرئيس كان مباشر وصريحا جدا مع الناس نحن فيه ازمة كبيرة واضح جدا وارجو انه بقية المسؤولين يتعاملوا زي ما الرئيس بيتعامل كده لكن اريد اقول ان الظرف صعبة جدا انا شايف حتى الناس ما بتتكلم يعني مش بيخوفوا بعض يعني كلام مش متنظم كلام مش مترتب وكلام حتى بتاع الناس ما تعرفش حاجة وانا بتكلم كده بصراحة عشان ليه كنتوا مصريين يا جماعة اسمعوا مننا لان احنا مش احنا قصدق من غيرنا لا احنا قد نكون مدركين لحجم التحدي اكتر من غيرنا البيانات والارقام وحتى الحلول بتبقى مطروحة من الدولة وبالتالي اي اجتهاد من الاخرين مش مكروه ومش مرفوض بس يمكن يكون يحمل يحمل بلبلة يحمل بلبلة ويزعج الناس اكتر ما الظروف عاملة يعني الظروف اللي موجودة في مصر وفي العالم كله ضغطة على الناس فلو احنا اتكلمنا كلام خوفنا ناس اكتر طب النتيجة ايه لو انا نهاردة خوفتوكو يعني النتيجة ايه ده المصلحتنا لا هو احنا ما نقدرش كدولة وكشعب نصمد قدام اي تحدي كلام دي انا قلته قبل كده في الكاتدرية يعني لو مصر ظروفها صعبة هنتخلى عنها انا بكلمكم كلكم مش اللي هنا لا اللي بيسمعوني في كل حتة في مصر لو ظروف مصر صعبة اهل مصر هيتخلوا عنها هو احنا دخلنا حروب ضيعنا فيها اموال مصر هو احنا دخلنا مغامرات ضيعنا فيها اموال مصر لا لا يا جماعة ده ظروف صعبة جدا عالدنيا كلها ودي ازمة مش بتاعتنا الحرب دي مش بتاعتنا والموقف اللي حصل ده خلال ازمة كورونا السنتين ولا حتى الازمة الروسية مصر ما عملتوش انما مصر بتدفع تمن زي كل دول العالم ما بتدفع فاحنا عايزين نبقى حول التعبير الجميل اللي ممكن بتنسهوش بطالوا هاري بطالوا هاري بقى الموضوع واضح جدا مش هيخلص معالش انا اسف كان نفسي يبقى عندي معلومة افضل الحرب دي لسه مستمرة ولذلك المشوار طويل المشوار طويل لسه وفيه اشياء كثيرة ممكن نواجهها ولذلك زي ما برجع واقول تاني ان هذا هو عام التكافل هو عام التعاون هو عام انه كل لو كل واحد خد باله من واحد الحياة هتوقف على رجليها طبعا فيه جهود بتاعة الدولة وبطاعة التموين والدعم وبرامج تكافل وكرامة وبرامج التضامل الاجتماعي كل هذه الاشياء ولكن القراءة للحرب كل يوم هرده الكونجرس قاعد بيكلم انه عايزين نبعد فلوس اكتر احنا في عند يعني غريب الامريكان عندهم قناعة ان دي الطريقة اللي لو طولنا الحرب روسيا تسقط الروس عندهم قناعة ان لو طولنا الحرب والامريكان فضلوا يدفعوا مليارات يعني دفعين اكتر من 30 مليار لغاية دلوقتي اللي هو قد الاحتياط بتاعنا في قد ايه فقال من سنة لاوكرانيا ممكن الاقتصاد الامريكي يسقط فالاتنين مستنين مين عايز يسقط الاول في واقع العمر انه هايسقطوا القرى الارضية قبل ما هما الاتنين يسقطوا يعني في واقع الامر انه هذا العند يعني بينكد على البشرية كلها خصوصا الدول اللي ما تحتحملش هذا الامر الاقتصاديات لا تتحمل هذا الامر ولذلك الطريق صعب والازمة صعبة ان شاء الله ربنا يكرمنا ويكرم الناس كلها انه يبقى فيه حلول واضحة